وصفت صحيفة لومومد الفرنسية خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول قطع غزة بالخطير وغير المتوقع وكتبت الصحيفة الفرنسية في مقال لها تحت عنوان جو بايدن يحاول إيجاد مخرج لحرب غزة أن الخطاب الأخير لبايدن يمثل تحولا في التوجه الأمريكي في حرب غزة كما أنه يظهر نفاذ الصبر حيث أصبحت الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ ثمانية أشهر فخا للبيت الأبيض على حد وصف الصحيفة ترجمة نانسي قنقر